أهلا بحضراتكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف العمل لتنفيذ مشروعات طاقة المتجددة لإضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية مشددا على الأهمية الكبرى لهذا المسار في ضوء التنامي المضطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الكهربائي والبترول اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود الحكومة فيما يخص عددا من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة وعلى رأسها تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بإيجاد حلول حسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفا عن المواطنين أشار المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية إلا أن السيد الرئيس اطلع في هذا الشأن على الموقف الحالي لتحركات الحكومة لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد خاصة في ضوء ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء في فصل الصيف بما يستدعي بذل جهود مضاعفة للحفاظ على انتظام وجودة الخدمة وفي هذا الصدد استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء ووزيراء الكهرباء والبترول جهود توفير الاحتياجات العجلة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية بما أدى إلى القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف مع العمل المكسف وفقا لخطة زمنية محددة لإنهاء تلك المسألة بشكل جذري أخذ في الاعتبار عدم الاستقرار الإقلمي والدولي وتأثيراته المحتملة على قطاع الطاقة كما تم عرض الخطط المستقبلية للحكومة لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة بهدف زيادة الانتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن وتعجيل برامج الاستكشاف بما يعود بفوائد اقتصادية وخدمية على المواطنين كما تم تناول برامج الحكومة لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الانتاج بهدخ في خفض تكاليف الاستيراد فضلا عن تأمين إمدادات البترول والغاز للسوق المحلية أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية مشددا على الأهمية الكبرى لهذا المسار في ضوء التنامي المضطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة سواء للأفراد أو للصناعات والإنتاج وكذا تخفيفا للطلب على الغاز والوقود الأحفوري وأيضا في إطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ كما وجه السيد الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الوزرات وجهات الدولة لضمان انتظام الخدمة الكهربائية مشيدا بما أبداه المواطنون من تفاهم وتحمل مقدر لإجراءات تخفيف الأحمال خلال المرحلة السابقة وموجها في هذا الصدد بتكثيف الجهود لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة اشتركوا في القناة